اشتركوا في القناة فرنسا تحذر من نفاذ الوقت في مفاوضات فيينا مع ايران والمانيا تتحدث عن عقبات كبيرة من مواضيعنا الاخرى في نشرة المساء مؤتمر برلين لم يحصم مسألة خروج القوات الاجنبية من ليبيا ودبيبا يطالب بالمساعدة الدولية لاخراج المرتزقة دلتا المتحور يغزو اسرائيل واوروبا وخبراء يحققون في حالات التهاب بالقلب جراء اللقاحات نبدأ من افغانستان حيث قال تقييم استخباراتي امريكي ان الحكومة الافغانية قد تنهار خلال ستة اشهر من الانسحاب وان تمدد طالبان يدفع لوضع خطط عاجلة لاجلاء الامريكيين من افغانستان في الاثناء قطعت طالبان اوصال افغانستان وسيطرت على طرق وجسور منها ما يربط شمال البلاد بكابل العاصمة كما استولت على المزيد من المدريات واحتلت تكنات للجيش وفي اول تعقيب على ما يجري تعهد وزير الدفاع الافغاني خان محمد الدفاع عن البلاد بأي ثمن ومنع طالبان من مخططاتها الشريرة لفرض نظامها غير الشرعي على الشعب غير ان روسيا حذرت على لسان وزير دفاعها من اندلاع الحرب الاهلية بدوره قال المتحدث باسم شورى الامن القومي ان افغانستان لن تعود للوراء طالبان والامريكا ستقرار دورسته دا افغانستان دا كورانيو مسايلو او دا ستنزو لحال سرهيز دل جاسبين دا لرلي طالبان لاهم دا اقدار بحق لبغلط محاسبك واقعي دا جبر زور او نظامي بشار للاري لطالبان وصره دا افغان ولس بشمل دا سيم او ناري هوادون دا وغي حكمت نمني كطالبان دا جمهوريات برخ نشول بخبل بزان هزف بلي افغانان او ناري ان سباب دي بريكر كي مشترك دي چه افغانستان متابعة لهذه التطورات من افغانستان ينضم الي من كابو المرسل العربية ولي الله شهين ولي الله اهلا بك معنا لدينا خبر عاجل الان من وول سريت جونل تقول بان نكسات الجيش الافغاني دفعت بقيادات عسكرية كبيرة للاندمام لقوات الصحوة ماذا لدينا من تفاصيل حول هذا الموضوع وما موقف الجيش من ذلك نعم موضوع الصحوات في افغانستان الحكومة الافغانية اولت اهتماما بالغا لما يسمى هنا بخيزيش ماردومي اي صحوات عامة الناس هذه الصحوات فعلا يعني بدأت عملها في الولايات الشمالية حتى في بعض الولايات نساء خرجنا وهنا متسلحات باسلحة للوقوف في وجه الطالبان هذه عموما في المناطق التي تتبع للوردات الحرب السابقين مثل عبد الرشيد دوستم عطى محمد نوروى بقية الوردات الحرب الذين كانوا يقاتلون في الشمال الافغاني هؤلاء اللي حد الان لديهم نفوذ على عامة الناس في تلك المناطق بسبب الانتماءات العرقية والاتنية وهذا الموضوع موضوع جدا مهم في الولايات الشمالية بالتالي موضوع الصحوات موجودة والحكومة الافغانية اولت اهتماما بالغا سلحت ووزعت الاسلحة على عامة الناس في هذه المناطق لكن في المقابل هناك تخوف من انجرار البلاد بسبب هذه الميليشيات الغير المتدربة هناك تخوف من انجرار البلاد إلى حروب اهلية كما وقعت في تسعينيات القرن الماضي. ولي الله بالنسبة لمناطق النفوذ يتم الحديث عن السيطرة على الطرق وعلى جسور وعلى مدن كبرى من قبل طالبان إلى اي حد هذه المعلومات دقيقة؟ المعلومات فعلا دقيقة جدا الطريق المؤدي الطريق الذي يصل للعاصمة الأفغانية بالولاية الجنوبية كانت مقطوعة في منطقة شهر سفاء التابعة لولاية زابل مجاورة لولاية قندهار كان هناك اشتباكات عنيفة جدا وقعت بين الطالبان وبين القوات الأفغانية في هذه المنطقة منطقة شهر سفاء والطريق المؤدي من كابل إلى الولاية الجنوبية كان مقطوع طول النهار كذلك الطريق المؤدي إلى الشمال الأفغاني كذلك في ولاية بغلان هناك تحركات ومناوشات حربية بين الطالبان وبين عناصر الحكومة الأفغانية بالتالي هذا الطريق كذلك مستود أمام أمام عامة الناس كذلك طالبان استولت على ممر باتجاه طاجكستان ممر شرخان بندر وما زالت مقاتل طالبان يسيطرون على هذا الممر طب ولي الله بالنسبة للشارع الأفغاني هل هناك من إجراءات بدأوا يتخذونها تحسبا لأي تطور ولأي اقتراب لطالبان من مناطقهم؟ الحقيقة الأفغان لديهم حس أمني قوي جدا لأنهم عاشوا الحروب طيلة أربعين سنة معظم الناس الذين يملكون قدرات أو إمكانيات للخروج من أفغانستان هؤلاء خرجوا إلى بلدان أخرى لكن الذين ليس لديهم هذه الإمكانيات هم بقوا في المدينة لكن هناك تخوف من أن تبدأ أو تنشب حروب أهلية في أفغانستان لكن في المقابل هناك آراء تقول بأن الأفغان لم يعودوا ذلك الشعب الذي كان قبل 20 أو 40 سنة حيث كانوا يتقاتلون من أجل الزعيم الفلاني أو الزعيم الفلاني الآن يعني الشاب الشباب في أفغانستان هؤلاء لا يريدون أن يقاتلوا هؤلاء يريدون أن يعيشوا هؤلاء يريدون أن يكونوا مستقرين في حياتهم شكرا لك ولي الله جهين على كل هذه التفاصيل والمعلومات مراسل العربية كنت معي من كابل قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن مكاسب طالبان على الأرض لن تؤثر على قرار انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان وعضف أوستن أن واشنطن أكملت انسحابها من أفغانستان بنسبة 50% فيما توقع تقييم استخباراتي أمريكي للوضع في أفغانستان انهيار الحكومة الأفغانية خلال ستة أشهر من الانسحاب الأمريكي بحسب ما نقلت وول ستريت جورنل وأشار التقييم الأمريكي إلى أن نسبة التفاؤل في واشنطن تراجعت بشكل ملحوظ بعد تمدد طالبان حول هذه المعلومات تنضم إلى من واشنطن مراسلة العربية ناديا بالبيسي ناديا أهلا بك معنا تقرير استخباراتي توقع انهيار أفغانستان خلال ستة أشهر وقع هذا التقرير على واشنطن أهلا بك ميسون هذا لن يغير من القرار الأمريكي بسحب كل القوات من أفغانستان بحلول أيلول سبتمبر القادم سمعنا قبل قليل من وزير الدفاع الجنرال أوستن وأيضا من جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض التي قالت بأن وزارة الدفاع تراقب ما يحدث على الأرض لكن حجم ربما الهجوم على القوات الأمريكية وقوات التحالف تراجع أو لم يزيد على الأقل منذ فبراير عام 2020 وبالتالي رغم وجود هجمات لتنظيم طالبان على القوات الأفغانية هذا ربما لم يترجم على القوات الأمريكية وبالتالي هي مصرة على أن الإدارة الأمريكية ملتزمة بالجدول الزمني وبموعد الانسحاب في سبتمبر ولكن نادية بالأمس كنا استمعنا أنه من الممكن إبطاء أعذريني ولكن بالأمس كنا استمعنا كيربي قال بأنه من الممكن إبطاء الخروج ماذا قصدوا بذلك؟ هل قصدوا بتغيير الموعد أم بعدد القوات إبطائها تدريجيا؟ الموعد ثابت حسب ما يقول البيت الأبيض ووزارة الدفاع أيضا بأنه لا تغيير في الموعد هذه الإدارة تريد أن تنهي أطول حرب أمريكية عادة عن ذلك هي حرب مكلفة جدا حتى الآن هناك مليارات الدولارات التي دفعتها الولايات المتحدة وبالتالي حتى لو كان هجوم من طالبان حتى على القوات الأمريكية لا أعتقد بأن هذا سيغير بالصورة الكبيرة الإدارة الأمريكية تقول بأنها ملتزمة بأمن أفغانستان وببناء أفغانستان لكن ليس من خلال وجود عسكري أمريكي وبالتالي هناك خروج منظم كما يسمى للقوات الأمريكية وهي تحاول النقطة التي أردت أن أذكرها هو أن جينساكي قالت بأن الإدارة الأمريكية تحاول أن تخرج بشكل قياسي وسريع الأفغان الذين عملوا مع القوات الأمريكية سواء كانوا مترجمين أو مساعدين أو غيرهم مدنيين للعمل مع الكونغرس لإعطائهم أو توطنهم في الولايات المتحدة وإعطائهم الجنسية الأمريكية شكرا لك على كل هذه التوضيحات والتفاصيل ناديا بالبيسي مرسلة العربية كنت معي من واشنطن نبقى مع شأن الأفغاني ولكن الآن موقف موسكو التي تحذر من حرب في أفغانستان تقول أنها ستكون أهلية تزامنا مع اقتراب موعد الانسحاب النهائي للقوات الأمريكية من تلك البلاد بعد عشرين عاما من التواجد فيما كانت روسيا قد انسحبت من هناك قبل ثلاثين عاما وأن اختلفت أسباب الانسحاب التحذير الروسي جاء بلهجة عسكرية إذ وصف وزير الدفاع سورجي شويغو أن الوضع في أفغانستان خطير جدا ملقيان اللوم طبعا على وجود قوات حلف الناتو على رأسها القوات الأمريكية موسكو عبرت بلهجة ديبلوماسية أيضا وليس فقط عسكرية عن قلقها من التوتر الأمني في أفغانستان على لسان المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف الذي قال أن الأوضاع في أفغانستان محطة اهتمام وقلق بالغين لبلاده أيضا هذا الاهتمام الروسي المفاجئ بأفغانستان ترجعه موسكو إلى خطر قالت أنه يهدد جنودا لها متواجدين مع حرس الحدود في تاجاكستان التي يعتبرها الكريملين حليفا قويا له كما أنه لم يعجب محللين غربيين إذ اعتبروا أن تصريحات موسكو قد تكون تمهيدا لتدخل روسي في أفغانستان مستقبلا في إعادة لشريط ذكريات الوجود السوفيتي هناك هنا مشاهدين دعونا نعود بالتاريخ إلى الوراء بنحو 50 عاما عندما دخل الاتحاد السوفيتي لأفغانستان لأهداف أدى أبرزها حسب صحف أجنبية الوصول إلى المياه الدافئة ومحاولة سوفييتية لفك توقي الولايات المتحدة عن جنوب آسيا من موسكو ينضم إلى يافغيني سيدرياف المحلل السياسي سيدرياف أهلا بكم معنا مما تتخوف موسكو من الأوضاع والتطورات الميدانية الحاصلة في أفغانستان الآن مساء الخير لك والأستاذ البشاهدين الحقيقة أن موسكو تتخوف بالفعل من أن تتحول الأحداث في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية إلى حرب أهلية الأمر يبدو أن الوضع حاليا شبيه بما حدث قبل انسحاب القوات السوفيتية من أفغانستان في نهاية السمانينات من القرن الماضي ولكن سيدرياف أفغاني لماذا تلقي اللوم على قوات الناتو وخاصة على القوات الأمريكية؟ الحديث ليس في إلقاء اللوم على القوات الأمريكية وإنما عجز الولايات المتحدة في استراتيجياتها الخاصة بأفغانستان عجزهم سواء عن صحق التاليبان أو عن تدريب القوات الحكومة على مواجهة هذه التحديات التي لا شك أنها ستأتي إلى أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية وضح تماما أن الفراغ الأمني الذي سيتكون جراء انسحاب القوات الأمريكية يمكن أن تستغله مختلف القوى والأطراف ليس فقط طاليبان هل من الممكن موسكو أن تستغله وأن تعود إلى أفغانستان؟ لا أنا قلت التاريخ يؤيد نفسه ولكن ليس من منظور أن روسيا قد تعود إلى أفغانستان وإنما من حيث أن الوضع شبيه بما حدث منذ أكثر من 30 سنة تقريبا وبالتالي أنا أعتقد أن في حالة انسحاب القوات الأمريكية أو بعض إتمام هذا الانسحاب الروسيا ربما تستغل هذا الوضع لتوطيد مواقعها الاقتصادية عن طريق الاستثمارات والمساعدات وإلى آخره ولكنها لن تتحرك بمفردها وإنما يجب أن يشارك في ذلك المجتمع الدولي بأكمله يعني لابد من الإضافة إلى ذلك إلى أنه في حالة أو بعض انسحاب القوات الأمريكية لابد برأيي أنا أن تحول محلها قوات دولية لحفظ السلام تفاديا لحدوث أي تطورات طارئة قد تؤدي إلى كارثة حقيقية على الأقل قوات دولية لحفظ السلام برأيي هل تتوقع بأن الأمم المتحدة ومجلس الآمن أن يقوموا بهذه الخطوة أن يرسلوا قوات دولية إلى أفغانستان وخاصة بأنه يبدو التطورات سريعة جدا وكما سمعنا اليوم هناك طرق وجسور ومدن كبيرة بدأت تعود إليها طالبان طبعا ولكن أنا أعتقد بأن هذه الخطوة لو تمت هي لمصلحة الجميع بمن فيهم خليبان لأن طالبان ربما سوف تدخل في مواجهة مع بقايا داعش الذين يعني عاد البعض منهم إلى منطقة متاخمة لأفغانستان وربما هناك انتشار محتمل لهؤلاء العناصر من أنصار داعش إلى بعض الجمهوريات السوفيتية السابقة وهي جارات روسيا الاتحادية هذا ما يشكل خطر على روسيا مباشرة على أمن روسيا لأن هناك اتفاقية الأمن الجماعي التي أعقدتها روسيا مع عدد من جمهوريات أسيا الوسطى ففي حالة إذا ما تم هناك اعتداء على هذه الدول روسيا ستكون ملتزمة بالتدخل العسكري في هذا الصراع وبالتالي مشاركة دولية أمر لمفر منه برأي أنا شخصيا على كل حال ساعات قليلة ويتجه الرئيس الأفغاني إلى الولايات المتحدة ومن ثم نعرف ماذا يمكن أن تنتج عنه هذه اللقاءات هناك أشكرك من موسكو يا بيجيني سيدروف المحلل السياسي على المشاركة معنا في نشرة المساء نشرة المساء مستمرة نتدع في سياقها بعد قليل في أول مهمة مشتركة منذ الحرب العالمية الثانية مقاتلات أمريكية على متن حملة طائرات أمريكية والهدف داعش رجل أعمال استدنائي في رأي البعض محرك لقوى الشر في رأي أخرين أسترالي الأصل الذي ورث صحيفة إقليمية واحدة حولها بإمبراطورية صحفية تلفزيونية بينما تحول هو لصانع رؤساء إمبراطورية ميردوك صانع الرؤساء الجمعة الوحدة بعد منتصف الليل على شاشة العربية أطلب كل مقاضيك من هنجر ستيشن بدون رسوم توصيل أهلا بكم من جديد ناقش مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أبيف كخافي تموضع إيران في المنطقة وقال الجيش الإسرائيلي أنه تمت مناقشة طرق محتملة لمنع حصول إيران على السلاح النووي إضافة إلى مناقشة تحديات أمنية مشتركة قال مسؤول حكومي فرنسي أنه يجب الانتهاء من المفاوضات النووية مع إيران سريعاً مع اقتراب نفاذ الوقت وأضاف المسؤول الفرنسي أنه سيتم اتخاذ قرارات صعبة خلال الأيام أو الأسبوع المقبلة إذا لم تتقدم المحادثات قالت إيران أن الولايات المتحدة وفقت خلال محادثات فيينا على رفع كل عقوبات النفط والشحن المفروض على تهران وعشت بأسماء شخصيات بارزة من لائحة العقوبات يأتي هذا في مقالة وزير الخارجي الألماني هايكو ماس أن عقبات كثيرة مازلت في طريق المحادثات إيران تعيش جدلاً بشأن مفاوضات فيينا بين رئيس شارفت ولايته على النهاية ورئيس لاحق الرئيس الحالي حسن روحاني دعا لإعطاء المحادثات مزيداً من الوقت ومنح صلاحيات لكبير المفاوضين عباس عرقجي في فيينا إلى حين التوصل لاتفاق يرفع العقوبات المفروضة على إيران الحكومة وفقاً لتعليمات المرشد والشعب جاءت بالولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات وإذا أرادوا فيمكننا إنهاء العقوبات على الجانب الآخر رئيس منتخب خاضع لعقوبات أمريكية ورافض لتوسيع محادثات فيينا لتشمل ملفات خارج إطار البرنامج النووي في وقت قالت فيه باريس إن الوقت يضيق أمام المحادثات ودعت للتوصل لاتفاق على وجه السرعة وإلا تم اتخاذ قرارات صعبة فيما قالت برلين إن القادمة من المحادثات سيكون أكثر تعقيداً نحن نحقق تقدماً ولكن هناك القليل من العقبات التي يصعب حلها مثل ما نعلم جميعاً ونعلم أيضاً أن بيئة المفاوضات معقدة للغاية الآن بعد إجراء الانتخابات في إيران وعلى الرغم من العقبات التي تحدث عنها ماس غير أن مدير مكتب الرئيس حسن روحاني تحدث عن جانب إيجابي وقال إن العقبات المفروضة على قطاعات التأمين والنفط والشحن سترفع بالكامل إضافة لرفع عقبات عن شخصيات مقربة من مرشد إيران إلا أن مستشار الأمن القومي الأمريكي قال إن المسافة ما زالت طويلة قبل رفع العقبات الكاملة عن إيران قال البيت الأبيض إن مصادرة المواقع الإلكترونية التابعة لإيران كانت خطوة تمت من قبل وزارة العدل وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض الجين ساكي أن هذه الخطوة منفصلة عن المحادثات مع إيران أيضاfit بم veiliger لغير عبارات المواقع الإيران ومن مجرد أنت النفخ ، لأنه يساعد نفسي سيئ؟ ، أين هو أكثر إزراجة تلك الحالية؟ كذلك؟ ترجمة نتكلمين بأنهار تنظيم مستقبل سيارة التجاهد ومن فقط ، يعني أنهم أي شيء مما يحدثون بهم سيطرت عليه بأنهارات الدكتور أخرى إلى أرسلة سلاحالات عملية وممارهاً حالياً وفي اول تصريح رسميا بعد اغلاق مواقع تباعة لإيران أو تمويلها إيران سرح مدير مكتب الرئيس الإيراني محمد واعذي بأن النظام الإيراني يستنكر مقامت به الإدارة الأمريكية من اغلاق للمواقع جابه میکنه از همه عبر قانوني بینال مرالي مون استفاده میکنه برای این که عمل متقابل انجام بشه محکوم بشه و این سياسة نادرسته آمریکا که به نظر میرسه که در این شرایطی که داره روی برجام داره مزاکره میشه غیرسازنده هستش اینا بیشتر برای افکار آموی مشخص کنم توتر جديد بين واشنطن وطهران جراء قطع الأثير عن محطات إيرانية وأخرى عراقية ويمنية تروج لأجندات طهران وتبث معلومات مضللة منها موقع قناة العالم والمسيرة هذا الإجراء القانوني قامت به وزارة العدل بالتعاون مع مكتب مراقبة الأصول الخارجية ومكتب التحقيق الفيدرالي ووزارة التجارة بسبب انتهاك العقوبات المفروضة على فيلق القدس والحرس التوري التي تملك أو تمول هذه المواقع التي يعود بعضها لوكلاء إيران مثل حزب الله العراقي هناك حجة قوية لحجب مواقع تابعة للدولة الأولى الرعية للإرهاب في العالم خصوصا أن مدير الاستخبارات الأمريكية تحدث عن زيادة نشاطات إيران الإلكترونية ونشر دعايات مضللة حول العالم ونشرت الوزارة بيانا سردت فيه التفاصيل الحجب حيث تم الاستيلاء على المواقع بسبب عدم حصولها على تراخيص للنطاقات التي تعود لملكية شركات أمريكية وقال البيان أن هذه المواقع تنتمي لمليشيات تروج لأعمال العنف والقتل ضد قوات التحالف وضد القوات العراقية إيران تلعب لعبة الدمى الروسية لخلق نطاق جديد لكن الإجراء الأمريكي يجبرها على صرف الأموال والبحث عن بدائل بهدف دفاعي بدل من الهجوم وهذه ليست المرة الأولى التي تصادر فيها واشنطن مواقع إيرانية تبث أخبارا مغرضة ومضللة فقد قامت بحجب 92 نطاقا تابعا للحرس الثوري في أكتوبر الماضي البعض يرى الإجراء الأمريكي رسالة لطهران وهي أن الإدارة الأمريكية مستعدة للتفاوض في فيينا للخروج باتفاق نووي جديد لكنها لن تتغاضى عن سلوك إيران أو عن دعمها للإرهاب أو حتى عن توظيف الإعلام للتحريض ضد القوات الأمريكية نادي البلبيس العربية قبل أن أذهب إلى ضيفي من واشنطن دكتور فراس مقصد الأستاذ في العلاقات الدولية في جامعة جورج واشنطن أذكر بالخبر العاجل الوارد على شاشة العربية والخاص بكورونا والتلقيح هذا الخبر من السعودية الصحة السعودية تقول بأن نسبة البالغين الذين تلقوا جرعة أو جرعتين من لقاح كورونا بلغت 70% إذن البالغين الذين تلقوا جرعة أو جرعتين بلغت 70% حسب الصحة السعودية دكتور مقصد أعود إليك أهلا بك معنا ما هي الرسالة التي أرادت بعثها الولايات المتحدة لإيران من خلال إيقاف هذه المواقع نعم أعتقد أن هذه سياسة تمويهية من الإدارة الأمريكية بينما نحن ذاهبين في الأسابيع المقبلة نحو رفع العديد من العقوبات الأمريكية على إيران سلسلة من العقوبات ممكن أن تقارب أكثر من ألف من هذه العقوبات تدرس الإدارة الأمريكية حاليا رفعها عن هذا النظام الإيراني أعتقد أن هذه حجب بعض المواقع هنا والمواقع هنا تابعين للحوثي وبعض الميليشيات العراقية هذه حركة وسياسات تمويهية ولكن دكتور مقصد البعض يعتبر بأنها على العكس هي تقول لإيران بأن حتى لو رفعت العقوبات ولو عدنا إلى الاتفاق ولكن هناك خطوط حمر لا يجب أن تتخطيها وهو تضليل الرأي العام العالمي والأمريكي عبر استخدام تقنيات مشهورة في الولايات المتحدة وهي من تطلقها في العالم نعم لقد سمعت الصديقة نادية بالباسي وأنا أوافق الرأي بعض الشيء هناك رسائل ولكن طبعا العبرة هي في التنفيذ وكل السياسات التي تنتهجها الإدارة حاليا لا تشير أنها تريد أن تتبع هذا الاتفاق هذه المفاوضات مع إيران بخطوات عملية تؤثر على فاعلية الانتشار الإيراني على نطاق المنطقة وأيضا الحد من تطوير إيران لبرنامجها الصاروخي إدارة بايدن قالت في وقت الانتخابات أنها ستتفاوض على اتفاق أطول بالمدى وأقوى وأشد صرامة من الاتفاق النووي الذي أبرمى سنة 2015 وأنه ستتبع ذلك أيضا بمفاوضات عن حركات أو سياسات إيران المزعزعة في المنطقة وعن البرنامج الصاروخي بينما نرى أن الولايات المتحدة تعيد انتشار قواتها في المنطقة وتسحب جنودها والدرع الصاروخي في المنطقة كل هذه السياسات لا تأتي بإشارات إيجابية بالنسبة للتصدي للتصرف الإيراني في المنطقة وأعتقد لهذا السبب أن حجب هذه المواقع هو رسالة داخلية أكثر من ما هي رسالة خارجية تقول للمشرع الأمريكي بالأخص الكونغرس الأمريكي أننا بينما نحن ربما نتجه إلى رفع بعد هذه العقوبات ما زلنا صارمين في سياستنا تجاه إيران ولكن دكتور مقصد ألا تتخوف الولايات المتحدة باتهامها بأنها تنتهك حرية التعبير وأنت الأعلم ماذا تعني الديمقراطية وحرية التعبير بالنسبة للمواطن الأمريكي والداخل الأمريكي طبعا ولكن هذه طبعا المواقع الإلكترونية تابعة لحركات وميليشيا حسب القانون الأمريكية هي حركات إرهابية وتحت هذا القانون يصلح القانون للإدارة الأمريكية أن تغلق هذه المواقع فلا أعتقد أن سيكون هناك إشكال داخلي في هذا النطاق شكرا لك من واشنطن دكتور فيراس مقصد أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج واشنطن على المشاركة معنا في نشرة المساء أظهر تحقيق لصحيفة الشرق الأوسط عن تعرض أهالي مدينة الموسل إلى عمليات نهب وتجاوزات ممنهجة من قبل ميليشيات ومتنفذين في السلطة طالت كل شيء من عقارات وأراض ومشاريع ولم تسلم منها المناطق الأثرية ودوائر الدولة تجاوزات وعمليات تزوير ونهب يشكو منها أهالي مدينة الموسل العراقية بحسب تحقيق نشرته صحيفة الشرق الأوسط عمليات النهب التي تتم بشكل ممنهج من قبل الميليشيات وعناصر في السلطة بحسب أهالي المنطقة شملت العقارات والأراضي والمشاريع ولم تسلم منها الدوائر الحكومية وكل ذلك يتم على مرأة ومسمع السكان الذين أجبروا على الصمت تحت ذريعة تحرير المدينة من داعش وتخليصها من الإرهاب أراض كثيرة تم بيعها والاستيلاء عليها بشكل غير قانوني رغم كون الكثير منها مخصصاً للمتنزهات أو المدارس أو المراكز الصحية فيما تم توزيع مثيلاتها لعناصر ليست من أبناء المدينة الكثير من المشاكل تشوب ملف العقارات والأراضي في مدينة الموصل ووصل الأمر إلى استملاك أراضي تابعة لهيئة الآثار فتعرض سور نينا والتاريخي إلى تجريف تجاوز المساحة القانونية لمقتربات الآثار في منطقة حي نركال في مارس الماضي ما تسبب في حملة مضادة على مواقع التواصل الاجتماعي لوقف هذا التجاوز الذي طال تاريخ المدينة وهويتها وتأتي التجاوزات في ظل سيطرة ما توصف بالمكاتب الاقتصادية لبعض الأحزاب وبالتعاون مع مسؤولين في الجماعات المسلحة النافذة في المدينة ما دفع وزارة العدل إلى إغلاق دائرة التسجيل العقاري في الموصل في حين أرسل رئيس الوزراء لجنة للتحقيق بالتجاوزات بدأت عملها بداية العام الحالي بعد تحقيقات صحفية كشفت تورط موظفين وجهات النافذة في عمليات التزوير وتغيير صنف العقارات عشرات المواطنين تقدموا بشكاوى ودعا وقضائية ما زال بعضها مفتوحا فيما يسود تخوف من صعوبات قد تواجه أصحاب تلك العقارات في إثبات حقوقهم رند الشيخ العربية اختتمت أعمال مؤتمر برلين 2 حول ليبيا بمشاركة دولية حيث أكد البيان الختمي للمؤتمر دعم وقف التدخل الأجنبي في ليبيا ودعوة كل الأطراف للقيام بالمثل كذلك دعا البيان كل الأطراف لسحب القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا دون تأخير كما دعا البيان حكومة الوحدة الوطنية إلى اتخاذ خطوات إضافية لتوحيد البلاد إضافة إلى دعوة المجلس الرئاسي والحكومة والبرلمان لإجراء انتخابات حرة في موعدها بيان برلين دعا أيضا لتطبيق القرارات الدولية بمعاقبة من يخرق حضر التسليح في ليبيا في ختام مؤتمر برلين 2 قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن تركيا طلبت خلال المؤتمر معاملة القوات النظامية التابعة لها ومرتزقتها بشكل منفصل لكنه شدد على ضرورة انسحاب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا لإحراز تقدم هناك جانبان محوريان من وجهة نظرنا إجراء الانتخابات والثاني انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة وهذا موضوع تناولناه بشكل مكثف الجانب التركي أشار إلى وجوب النظر إلى المرتزقة والقوات النظامية التابعة لتركيا ممن يقدمون المشورة في المساعدة والتدريب بشكل منفصل لكن عندما يتعلق الأمر بتسلسل المراحل نعلم أن انسحاب جميع القوات الأجنبية يجب أن يتم بشكل تدريجي وخطوة بخطوة من جهتها اعتبرت وزيرة الخارجية الليبيا أن هناك مسارين لتحقيق الاستقرار في ليبيا أحدهما دولي وآخر ليبي هناك مطلبان أساسيان لتحقيق أهداف الاستقرار في ليبيا الأول تنفيذ المسار الدولي وهو مسار برلين والمطلب الأساسي الثاني هو تنفيذ إطار العمل الذي يقوده الليبيون والضامن لمهمة تحقيق الاستقرار في ليبيا في أول مهمة مشتركة بعد الحرب العالمية الثانية قالت وزارة الدفاع البريطانية إن طائرات مقاتلة من مشات البحرية الأمريكية كانت على متن حاملة طائرات بريطانية حلقت بمهام قتالية ضد داعش فوق الشرق الأوسط كما شكلت المهام ضد داعش أول مهمة قتالية لحملة الطائرات البريطانية الجديدة HMS Queen Elizabeth فيما قال قائد في البحرية البريطانية إن الرحلة الأولى لحملة طائرات بريطانية جديدة ستسعى لإظهار الخلفاء أن بريطانيا بعد خروج بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي مستعدة للدفاع عن المصالح الغربية ومتحمسة لرؤية الصين تحترم القواعد الدولية شاهد العالم خلال الفترة الماضية حربين في قرتين منفصلتين أعطت دروسا من مدرستين مختلفتين كلاسيكية وحديثة قد تبين شكل وملامح الحرب مستقبلا حرب إقليم ناجورنو كارباخ وحرب غزة أبرز ما لفت فيها كانت التكنولوجيا العسكرية المستخدمة وهذا ما سردته مجلة Foreign Policy حرب الطائرات المسيرة حديث المجلة الأمريكية الذي استند إلى تحليلات خبراء عسكريين كان أولا عن وجه الحرب في إقليم ناجورنو كارباخ الحرب التي اعتمدت المدرسة الحديثة وفق وصف الخبراء وكيف أن التكنولوجيا العسكرية والجوية خاصة منها حسمت حرب درون وكيف أن الكفة فيها مالت إلى أذربيجان على حساب أرمينيا والسبب كان واضحا الدعم التركي الذي شمل أسرابا من الطائرات المسيرة وإعارة الطائرات الحربية من نوع F-16 مسيرات تركية وأخرى إسرائيلية مهام المسيرات التركية الأذرية من نوع بايراكتار تيبي اثنين لم تقتصر فقط على توجيه ضربات للمواقع الأرمينية وإنما تركزت مهامها على الكشف عن صواريخ أرض جو التي كانت منتشرة في المناطق الجبلية في كارباخ ثم تأتي بعدها طائرات مسيرة إسرائيلية الصنع أعرتها أنقرة لباكو لتقوم بتدمير تلك الصواريخ الأرمينية هذا تفوق عززه أيضا ضعف الاستراتيجية العسكرية لأرمينيا وفقا لوصف الخبراء رغم أن الأخيرة دعمت وجودها العسكري إلى حد كبير ولسيما الأسلحة الروسية الصنع لكن معظمها كانت أنظمة قديمة لسيما الأنظمة المضادة للطائرات من دون طيار واقتصرت هجماتها على معارك متقطعة وإطلاق صواريخ من كارباخ سأنتقل الآن إلى غزة حيث تحدثت فورين بوليسي عن الحرب الأخيرة فيها بين حماس طبعا وإسرائيل والتي امتدت لعشرين يوما إسرائيل قالت أنها انتهجت المدرسة الكلاسيكية القديمة في تلك الحرب وأن منظومة القبة الحديدية لتل أبيب خضعت لاختبار ضغط شديد بعد أن أطلقت حماس ألاف الصواريخ على إسرائيل بينما استخدمت تل أبيب ضربات جوية دقيقة معتمدة على علوم البيانات الصور الاستخبارات الجغرافية والتحصيل الفني وطبعا مستهدفة أبراجا قالت تل أبيب إن حماس كانت تستخدمها لمحاولة التشويش على أنظمة الدفاع الجوية الإسرائيلية أو لإطلاق الصواريخ من تلك المواقع في نشرة المساء نتابع بعد الفاصل روسيا تنشر صورا لمواجهة مع مدمرة بريطانية في البحر الأسود طالبان تسيطر على جسور وطرق رئيسة وجيش كابل يتعهد بمنعها من فرض نظامها على الشعب فرنسا تحذر من نفاذ الوقت في مفاوضات فيينا مع إيران وألمانيا تتحدث عن عقبات كبيرة مؤتمر برلين لم يحصن مسألة خروج القوات الأجنبية من ليبيا والبيب يطالب بمساعدة دولية لإخراج المرتزقة ودلت المتحور يغزو إسرائيل وأوروبا وخبراء يحققون في حالات التهاب بالقلب جراء اللقاحات أهلا بكم مشاهدين دون كلل أو ملل يتجول متحور دلتا في دول العالم مقتحما حتى تلك التي أعلنت انتصارها على كورونا بتطعيمها معظم سكانها على رأسها إسرائيل التي سجلت أعلى نسبة إصابات بمتحور دلتا منذ شهرين الاتحاد الأوروبي هو أيضا لم يسلم من وصول المتحور إلى دوله إذ أعلن المركز الأوروبي لمراقبة الأمراض والوقاية أن المتحور دلتا سيشكل 90% من إصابات كورونا في دول الاتحاد بنهاية أغسطس الناروج هي أيضا حذرت من هيمنة محتملة لمتحور دلتا للبلاد خلال الشهر يوليو القادم بحسب وزير الصحة الناروجي في حال عدم اتخاذ الإجراءات المناسبة سريعا بالموازات مع غزو متحور دلتا لكبرى دول العالم تدرس لجنة أمريكية حالة التهاب عضلة القلب لشباب تلقوا لقاحي فايزر وموديرنا في إشارة لوجود علاقة بين تلك الحالات واللقاحات المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها ذكر أن اجتماع اللجنة سيقدم تفاصيل عن أكثر من 300 حالة مؤكدة لالتهاب عضلة القلب والتهاب الغلاف المحيط بالقلب من بين أكثر من 20 مليون مراهق وبالغ تلقوا اللقاح في الولايات المتحدة المخاوف لم تنتهي هنا إذ قال باحثون إسرائيليون أن لقاح فايزر مرتبط بحالات نادرة بالإصابة بنقص الصفايحات الدموية TTP وهو اضطراب نادر في الدم يتسبب في تكوين جلطات دموية في أعضاء مختلفة من الجسم لكن الباحثين أنفسهم أشاروا إلى أن تلك الحالات النادرة لا تؤثر على سير عمليات التطعيم أعلنت اللجنة الوطنية للأمراض المعدية في السعودية اعتماد إمكانية أخذ الجرع الأولى والثانية من لقاحين لكورونا مختلفين وذلك طبقا لدراسات علمية دولية أظهرت إمكانية إعطاء جرعتين من لقاحين لكورونا مختلفين بشكل آمن وفعال في التصدي للفيروس مع تحقق الفعالية التي تهدف له الجرعة الثانية من باريس ينضم إلينا دكتور أنتوان شديد الطبيب المتخصص في أمراض القلب دكتور شديد أهلا بكم معنا هذا السؤال كما يسمى سؤال المليون كيف يمكن أن نوقف المتحور دلتا من الانتشار مساء الخير من الصعب إيقاف هذا المتحور من الانتشار لأنه سريع الانتشار وهذه الحياة الطبيعية للفيروسات تتحول وتتحور لتصبح سريعة الانتشار ولكن في بعض الأحيان كمان يصير في أخطاء بهذا التحور الجيني وبتصير أقل انتشارا وأقل فتكا علينا اعتماد الانتباه من هذا المتحور الجديد دلتا ومتابعته وعلاج الأشخاص المصابين به مثل ما علاجنا أول من الأشخاص الذين نصيبه بالمتحور وطبعا الاستمرار بالإجراءات الوقائية التي بدأناها منذ بداية كورونا طبعا هون بيت القصيد لأنه بعض الأحيان العالم تفتكر أنه اللقاح سيحميهم من المتحورات وسيحميهم من الفيروسات ولكن هذا خطأ علينا اعتماد التدابير الوقائية أولا وثم الاعتماد على اللقاح نعم دكتور شديد تحدث الآن عن اللقاح والكل يضع كل الثقة في هذه اللقاحات حتى ننتهي من هذه الجائحة ولكن اليوم هناك دراسات تتحدث عن علاقة لهذه اللقاحات وخاصة فايزر وموديرنا لدى الشباب بمشاكل بالقلب ماذا لدينا من تفاصيل حول هذا التخوف وهذه الدراسات هذه لحظناها من فترة يعني هذه منة جديدة ولكن أعلنت هلأتني إلى الرأي العام لحظنا من فترة أنه كترة حالات التهابات عضلات القلب والغشاء الذي يحيط بالقلب تزامنا مع تلقي اللقاح خاصة عند الغير المسنين يعني عند الشباب والذكور منهم أكيد درجة التهاب القلب بتفرق إذا كان التهاب قوي أو التهاب خفيف بعض الأحيان بيكون ما قالوا أي نتيجة على جسم الإنسان ولكن وبعض الأحيان بيسبب شلل وفشل في عمل القلب واضطرابات بتكون خطيرة أكيد اللقاحات كانت تقنية جديدة عم نستعملها على الرأين ميسان جي وأكيد بدأ دراسي وبدأ انتباه وبدأ تقييم متواصل ما كنا عارفين أنه عم بتسبب هذه المشاكل القلبية ولكن هلأ عم نكتشف حالات كتير منها عم نقدر نعالجها بطريقة سليمة ما عم بيكون في وفية كتير ولكن دكتور شديد دعني أركز على هذه النقطة لدينا 300 حالة من أصل 20 مليون تلقوا اللقاح هل هذه النسبة تخيفنا؟ لا أكيد لا أكيد ما بتخيف ما بتخوفنا هذا ما نريد أن نعرفه لا يجب أن نخاف من هذا اللقاح لأنه بالأخير هو الواقي الأساسي الآن من هذه الجائحة 100% وهذا نحن عطول عم ننصح العالم أنه يدلوا يتلقحوا لأنه مع هذه الحالات حتى ولو عم نشوفها عم تزداد عم بتدل كتير نادرة نسبة إلى عدد الأشخاص يلي عم يتلقوا اللقاح في العالم كله شكرا لك من باريس دكتور أنتوان شديد الطبيب المتخصص في أمراض القلب على كل هذه التوضيحات نشرت وزارة الدفاع الروسية صورا لما قالت أنه دخول مدمرة بريطانية إلى حدود روسيا في البحر الأسود وتقول روسيا أنها طردت المدمرة البريطانية حتى أخرجتها ترجمة نانسي قنقر والآن مع زياد عبدات وأخبار الملاعب واللاعبين تفضل زياد شكرا ميسون وأهلا بكم مشاهدين الكرام احتفلت جماهير الأرجنتين بالهدف الذي يسمى بهدف القرن والذي سجله اللاعب الراحل مارادونا بطريقة كبيرة وصاخبة في البلاد وظهرت أعداد غفيرة من الجماهير الأرجنتينية عبر الشرفات كما خرجوا إلى الحدائق والساحات العامة وهتفوا بصوت واحد هدف في تمام الساعة الرابعة وتسع دقائق بالتوقيت المحلي وهو توقيت هدف مارادونا في استاد آسيكا في بطولة كأس العالم وسجل مارادونا مرتين خلال الفوز بهدفين لواحد على إنجلترا في دور الثمانية لمنديالي 86 واجه الهدف الثاني من مجهود فردي مذهل اعتبره البعض الهدف الأفضل في تاريخ اللعبة كشفت مصادر صحفية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي استجاب لمطالب نادي بروسيا دورتموند الألماني المادية مقابل انتقال اللاعب جادون سانشو للنادي الإنجليزية وذكرت الصحف البريطانية أن اليونايتد قدم عرضا جديدا لبروسيا دورتموند ب77 مليون جنيه استرليني وهي القيمة التي طلبتها إدارة النادي الألماني للتخلي عن اللاعب بينما أشارت الصحف الألمانية إلى أنه من المحتمل الإعلان عن إتمام صفقة في الأيام القليلة المقبلة وانتقل سانشو لفريق بروسيا دورتموند في العام 2017 من مانشستر يونايتد من مانشستر سيتي الإنجليزي مقابل ثمانية ملايين جنيه استرليني ويشارك حاليا مع منتخب إنجلترا في بطولة كأس أوروبا لكنه لم يلعب حتى الآن في ختام منافسات المجموعة الخامسة من بطولة كأس أوروبا لكرة القدم حسم منتخب السويد صدارة المجموعة بعد تغلبه على نظيره البولندية بثلاثة إهداف مقابل هدفين بينما ضمن منتخب إسبانيا أتأهل بعد حصوله على المركز الثاني في المجموعة بفوزه على سلوفاكيا بخمسة إهداف دون مقابل عرب مدرب منتخب النمسا عن استيائه من لعب مواجهة منتخب إيطاليا في الدور المقبل من بطولة كأس أوروبا في لندن مما سيؤدي إلى حرمان مشجعي المنتخبين من السفر وطلب بتغيير مكان المباراة وتفرض بريطانيا على الوافدين الجدد إليها الحجر الصحي لعشرة أيام وحذرت وزارة الخارجية النمساوية بعدم السفر لحضور المباراة في ملعب ومبلية يلتقي الليلة منتخباء الكوادور وبرو في إطار مسابقة كوبا أمريكا لكرة القدم والمقام حاليا في البرازيل ويحتل منتخب بيرو المرتبة الثالثة في المجموعة الثانية بثلاث نقاط فيما تأتي الكوادور في المركز الخامس والأخير للمجموعة بنقطة واحدة ونواصل مع بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم وفي المجموعة الثانية أيضا سيكون منتخب البرازيل على موعد مع منتخب كولومبيا ويسعى فريق المدرب تيتي لمواصلة صدرة المجموعة والوصول للنقطة التاسعة بعد التقلب على فنزويلا بثلاثية وبروب برباعية بينما يحتل المنتخب الكولومبيا المركز الثاني برصيد أربع نقاط شهدت المجموعة الأولى من بطولة كأس العرب لشباب لكرة القدم المقامة حاليا في مصر فوز أصحاب الضياف المنتخب المصري على المنتخب الجزائري بهدف دون مقابل سجله اللاعب عبد الرحمن رجدان في الدقيقة الثالثة وستين ولتواصل مصر صدارت المجموعة الأولى وفي المجموعة الثانية فز المغرب على جيبوتي بأربعة أهداف دون مقابل بهذه النتيجة ارتفع رصيد منتخب أسرود الأطلس إلى ست نقاط نهاية أخبار الرياضة شكرا لكم على حسن المتابعة ومباشرة نعود إليك ميسون قبل العنوين نذكر بهذا الخبر العجل الحكومة الإسرائيلية الجديدة تصدر أول موافقة لها على مشروع استيطاني في الضفة إذن الحكومة الإسرائيلية الجديدة تصدر أول موافقة لها على مشروع استيطاني في الضفة الآن نذكر بعنوين نشرة المساء طالبان تسيطر على جسور وطرق رئيسة وجيش كابل يتعهد بمنعها من فرض نظامها على الشعب فرنسا تحذر من نفاذ الوقت في مفاوضات فيينا مع إيران وألمانيا تتحدث عن عقبات كبيرة مؤتمر برلين لم يحسم مسألة خروج القوات الأجنبية من ليبيا ودبيبا يطالب بمساعدة دولية لإخراج المرتزقة ومساعدتكم في البدء بالتعاون من أجل سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية دلت المتحور يغزو إسرائيل وأوروبا وخبراء يحققون في حالات التهاب بالقلب جراء اللقاحات ترجمة نانسي قنقر